السلام عليكم كديري اللي بس عليكم كنتمنى انكم تكونوا باخر ولا خير لنبعد الفيديو دي الادام وصديقة دي لي يومية تسلمة الله يرحمه ولي برحمة الله اليوم جيت نشارك معكم الحلوة دي السميدة بطمر كيف كتشوفون دخلوا على المقادر عندنا 250 جرام السميدة رقيقة وغلادة وعدنا كاس ديال الزبدة وشوية الملحة وكاس صغير من الماء ديال الزهر وقليل من الماء على حسب الدافع على حسب انتم بشارة جميعوا طرقات الاجينة ديالكم وعدنا هنا الزبدة عندنا القرفة كيف كتشوفوا معايا معلقة القرون في الرس ديال الراس عدنا واحد شوية ديال القوزة هنا كيف كتشوفوا معايا سكار غلاسي باش غازي ديل شوية في العجينة وشوية اللي غد نجد رول فيuffسمر سمحولي الفيديو تالي مشالية الطريقة ديال بعججمعة العجينة وديل لبش خلطي تمر كان عصادر مشالية هنا بعد مجمع عجينة بالماء وبالملحة وبكس ديال الزبدة دايب. خليتها ترتاح ربع ساعة. درسها في البلاستيك وخليتها ترسح. من بعد التمر خلطوا بجوج معلقة ديال السكر غلاسي وشوية ديال القرنفل وشوية ديال القرفة والكوك. الكوك العبار اللي كنت عطتكم ديال الكوك. اه متين اه تقريبا. الكوك درت اه درت قريبا اه المهم علين كاس ديال الكوك. خمسين كرام كاس ديال الكوك. اللي درت. ووجمعت داك تمر ديالي. وكيف كتشوفو معي سرحت العجينة. يعني كتديري البلاستيك اه الغذائي كتديري ملزحت. باش العجينة ما كتلسقش لك ديال السميدة. ودرت وكي كتشوفو ودرت الحري بلات ديال تمر. وبقيت كاللوي انتما وكان قطع يعني كتلوي ديال دائرة تلوي لوية وحدة. يعني باش ما تشيك شغلة هذا. لوية وحدة كيف كتشوفو معايا. وكان قطع يعني عاود معاكم لوحدة اخرى مرات ثانية ان شاء الله. اه هذي السميدة كيف كان نرشع للطابلة. باش كان نحرب لهدوك اه ديال 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 السميدة ديال السمر. الحلوة ديال ذا. كان نحرب لها. من بعد كان نقطعها اه متساوية. يعني تكون اه قد قد ما يكون شي في مفاوت على شي. وتكون نحاول ما امكان ان نجعلها تكون رقيقة ما تكون شغلة ايضا. انتم اكي كتشوفو معايا في الصورة. الفيديو هنا يا كانت يدي في هزيب داقس اه الكاميرا واعطتني الدبابة يعني ما اخرش لي الفيديو ناصح. كان اعتادر لمجرد مشاركة بدني نشاركها معاكم. مش حال هذي ما احتش يعني شي حاجة بقوة اللي تقلمنا من الموت ديال الادام. الله يرحمه ولي برحمتي الله. يعني اليوم ما حاولت ما امكان نحط لكم شي حاجة بسيطات قبلوها مني. هاتي ما كي كتشوفو كان قطعو كل طريقة على حيدة. يعني وحيدة بوحيدة بنفس باش قطعت الاخرى كان قطع حسل اخرين. وكتبقى العملية غادة ها كم سا مرة. كان نزلهم في الطاوة اللي كتكون فيها ورق ديال الزبدة. اه كان نزلهم فيها باش ما يتحرقوا شي. كلي كي يقليهم في العسل. وكلي كي يديرهم في في الطاوة. انا ننص قليتوا في العسل وننص درتوا في الطاوة. يعني نص دخلتوا الفران على درجة الحرارة 180. وننصت الاخر قليتوا في الزيت ودرتوا في العسل. هنا كيف كتشوفو معي انا كننزل في الصور. كننزل في اه سمحو دي صايمة. كننزل في حلوة في 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 اللاطة. انتم كي كتشوفو معيها هي كي كتجي كتجي بنينة وهشيشة بزف وكتجي غزالة ورطبا. هانتم بعد ما خرجتها من الفران. ها هي كي كتشوفو معايا. كتجي رطبا غزالة. من بعد غنديرها بقى سخونة. من بعد غدي نديرها في العسل. يعني كتجي شيشة بزاف. العسل هو العسل اللي كنت صايبت بها الشباكية. وصايبت بها البريوات. يعني شاطلية وخليتوا. ولي غدي نزل فيها دابا. آآ بالحلوة السميدة دي لنا بتمر والكوكو واللوز. هانتم كي كتشوفو معايا. كتجي كلكم هائلة وكتجي غزالة. جربوها ورطوا عليها. وكتعتك كمية وفيرة جدا. وفي نفس الوقت الصحية. يعني التمر راسحي. انا التمر شريت ما شريتش داك تمر المعجون. انا شريت التمر علي الدية وفورتو وقديتو وصوبتو. ما هكا حسن كتعافي راسك عشنو كتتاكولي. آآ داك تمرت المعجون. تيكون يعني دازف آلات ما عارفشي. شدوك الآلات فش نقين وش مرقينش. مهمة على العموم. انا التمر صايبتو علي دي. يعني ما فورتو وقديتو وصوبتو اللي دي. كي كتشوفوا معي هنا في الصورة. هيا جات غزالة. آآ شكر راسو عدز من هنا. كيف كتشوفوا معايا. جات زوينا. بزاف ولديدة. ما تشبعوش منها. وكيف قلت لكم صحية. انا في الطلس اني ندير النص آآ ولادي الصغار كي يبغيوها مقلية. وانا وموضة كنبغيوها في في الفران. يعني كيف مدرسي دي هاركة جيهة رائعة جدا جدا جدا. بلا ما نحتاج نقول لكم. آآ غادي تشوفوا معايا آآ بني غادي ننزلها كي كات جي. وطريقة دي لتقديم دي لها. وكنخليها تكت شرب العسل مزيان. عدن بعد كنزولها. وكن نحطف شي حاجة بشكي ستقتر من هالعسل. وكنقدمها لكم كيف كتشوفوا حاليا في الصورة. بالصحة ورحة. كنتمنعنا الفيديو إلى الاعجاب دي لكم. بعد ما زوقت الرؤوس دي لها بجنجلان بيض. والاخرين آآ زوقتهم باللوز آآ مهرمش. كانت منها اني نكون آآ وصلت لكم وعطتكم يعني فكرة بسيطة على هاد الحلوة هادي اللي كتجي رائعة 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 جدا. وكتجي بنينة وبسحتكم وراحتكم هاد ودرت فيهم اللوز والاخرين درت فيهم الجنجلان الابيض باش قديت الرؤوس دي لهم كتجي في المنظر غزالة هالجنجلان البيض هاوكي كتشوفوا معايا والاخر في اللوز هاوكي كتشوفوها المشتوم الزيان باش ما يبقاش في ديك الحبيبات. آآ وقديت به الرؤوس دي الحلوة دي لنا بتمر وبسحة وراحة لفيديو آخر ان شاء الله. والله يرحم ادام والله يصبر للأهل ديالو. والله يجعل روحوا في جنة نعيم وعيد مبارك سعيد مقدمان. كانت من الله سبحانه وتعالى تسير لي وليكم لجميع المسلمين اجمعين. واللي كيبغي الخير الخير والخوه مسلم الله يعطي ليه. الله يبعد عنا شر العباد. الله يحفظنا ويحفظكم لكل شر وكل ادى. ولكم دائما جزيل الشكر والتقدير والاحترام واحبكم في الله. ولا تنسوني من الدعم والبرتاج ما تنسوني سيومنجان ما كنقولهاش بالزاف لاني كنخلي لكم حرية الاختيار آآ لا يكلفوا الله نفسا الا وسعها. وكيف نقول لكم دائما آآ رهب لكم مكية العش القناوات. انتو ما هو الدعم. انتو ما ما كونش بفضل الله سبحانه وتعالى. وهانتو ما الحلي بركة جي غزالة 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 غزالة. وكنتمنى انكم تجربوها وتعطوني آآ الرأي ديالكم. آآ مني نتجربوها ان شاء الله في اللي كومنتر. وتبارك الله عليكم وعيد مبارك سعيد الفيديو التعاود جوجي ديال الخضرات. وما بغدش نزولو. ماش نكمل تمني ديال دقايق. غتسمحوا لي وغتعتذروا لي يعني في هادا هادا سميتو. ماشي داز بالعاني ولا هادا. وانما انا اللي حاولت ما امكن نكمل تمني الدقايق في الفيديو. ومنها اومي بتطور نهضر معاكم شوية ومنها الله يصر لي وليكم والجامعة المسلمينة اجمعين. هانتو ما كيكاتشوفوها هي جاتها شيشة وغزالة. يعني جات زوينة يعني ضغيكة الدب في الفم. وكيف قلت لكم تبارك الله عليكم. وشكرا الناس اللي ادخلت عندي جديدة. كنشكركم بزاف بزاف. وشكرا حتى الناس القدامة الله يجازكم بالخير. والله يكبر بكم. وتبارك الله عليكم. والله يجعر بي تتقبل منا صلاتنا وصيامنا وشجودنا ورقوعنا في هذا رمضان هذا. ويغفر لنا وجوج عنا سيئتنا. والى اللقاء. وشكرا لكم مع السلامة.